اشتركوا في القناة وهي المفاجأة الحلوة كمان لعينكم بلشت اعمل لكم في دوسية فكل طلابي اللي بتابعوني سواء بتابعني في المدرسة بتابعني في عصفحات السوشيال ميديا بتابعني في المراكز اذا سمحت ابعثت لي على الواتس اوب انو استاذي ابعثت لي البيدي افتبع الدرس الثاني بدي اصير ابعثلكم بدي افتبع كل درس كامل مع بعضه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الان الدرس الثاني بيحكي الروابط والافلاك المتداخلة يعني احنا في الدرس الاولاني اخذنا عن الروابط وقلنا انواعها على اغلبة الساهمية اللي اكثر اشي شائع في هذا الدرس هنحكي عن نظرية رابطة التكافر شو مالها هاي النظرية طلع فسرت هذه النظرية كل مما يلي واحد تنافر ازواج الالكترونات وتكوين الروابط ما بين الذرات المختلفة في الجزي والزوايا فيما بينها احنا اخذنا المرة المضت زوايا مية واربعة ونص عند الاتش تو او مية وسبعة مثلا عند الان اتش ثري تسعين عند بي اكس ثري مثلا او بي اكس فور هاي الزوايا بنانا عايش تكونت يعني شو اللي سمحلها تتكون المرة المضت اذا ذاكرين في التجربة اللي عملتها على مهند انه قلنا اذا كانت الالكترونات جنب بعض زي كانو رجلين الواحد جنب بعض فبسهولة بيوقع بس اذا صار تنافر وفتح رجلين مثلا ومين مدزه بتلاقيه ما بيوقع بسهولة صح هذا الشي ولد جوا راس العلماء هاي القصص انه التنافر بدي يعمل لي روابط وبدي يكون لي زوايا اثنين تمكنت من التنبؤ باشكال الجزيئات بشكل الجزيئ اللي بدي ينتج يعني منحني مثلث مسطح هرم ثماني هاي القصص خلات لكن لكن ما لها لم توضح كيفية توزيع الالكتروف في الافلاك وفق النظرية الميكانيكية الموجية اللي بتحكي عن الون اس والتو اس والتو بي وباقي الشلة يختص هذا الدرس فيه كيفية تكوين الروابط كيف هالروابط احدية ولا ثنائية ولا ثلاثية بتتكون وتوزيع الالكترونات على الافلاك فوضعوا نظريتين اساسيتين لتفسيرها هما النظرية الاولى رابطة التكاف الله يربطنا ويربطكم في الجنة قولوا آمين اثنين نظرية الافلاك الجزئية الاولى نظرية الافلاك نظرية رابطة التكافؤ تكافؤ اللي هي زي كانوا تكافؤ الفرص فمثلا هذا مثال هيك سريع سريع عشان ابسط لك السؤال عفين ايدك هاي حامل فيها كسين وكسين ذقال ايدك هاي مش حامل فيها اشي وماشي بتلاقيك ايش ماشي هيك صح مطعوج بينما شو منعمل عرض الواقع هالكسين بنحط كيس بايدنا اليمين وكيس بايدنا الشمال وبنان عليه منمشي فبصير اي واحد بده يساعدك بتقوله لا 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 ما تساعدني ليش لانه هيك انا متوازن لما بحط الكسين بايداي ثنتين بمشي ومتوازن من غير ما يصير جهد على الاكتاف هون جماعة الخير نفس المبدأ نظرية رابطة التكافؤ انه على جوانب الروابط يعني على الجانب هذا وعلى الجانب هذا بده تكون عدد الالكترونات قد بعض نظرية الثانية اللي هي الافلاك الجزئية وحكي فيهم بالتفصيل الاولى تداخل افلاك مستوى التكافؤ تبين نظرية رابطة التكافؤ اللي هي يعني الاولى انه عنده تكوين رابطة بين نظرتين يتداخل فلك تكافؤ احدهما مع فلك تكافؤ الاخرى في المنطقة الفراغية المحيطة بكل منهما فهاي المنطقة بتصير تتميز بشغلات عشان ابسط لك الصورة اكثر حس كمان شوي بتصير اعاطيك اجي اقول لك والله هي عندك الفلك اس شكله دائري الفلك بي شكله عامل زي الانفينيتي اللي هي مالة نهاية هسا هذول الاثنين يا هاذ بيشبك مع اس زيه او البي تشبك مع بي زيها بهذا الشكل او الاس بيشبك مع بي هاذ المنطقة هاي هيا انا نلون لكم ياها المنطقة هاي والمنطقة هاي والمنطقة هاي عبارة عن تداخل ما بين الافلاك ميزات المنطقة الفراغية هاي ميزاتها واحد منطقة لا تتسأل اكثر من الالكترونين يعني جنبه او الالكترون جاست اثنين يتحرك الالكترونان حول كل منهما من الذرتين ثلاث ينجذبان نحو نواتيهما في الوقت نفسهم شبهتها للتشبيه الصغير لطلابي زي دوران القمر حول الشمس والشمس حول الأرض كل هيتها بالدور في مساحات ثابتة في مدارات ثابتة صح؟ وهون يا جماعة الخير نفس المبدأ لعبتها بكل بساطة تعالوا علي وقلك انت عندك المنطقة هاي ما بتحتوي غير الالكترونين هاي اول شغلة لا تتسأل اكثر من الالكترونين الشغلة الثانية يتحرك الالكترونين حول كل من الذرتين يعني اسمع فعليا هاذ بلفك وهذا بلفك سواء مع عقارة بالساعة او عكس عقارة بالساعة حول الذرتين تمام؟ الثالثة بينجذب نواتهما في الوقت نفسه وبمعنى هذا المركز النوة وهذا مركز النوة هاي بتنشد لللي بتخصها وهاي بتنشد لللي بخصها عشان تظلها محافظة على الثبات يعني زي كأنه طلع بشكل بسيط هذا الكترون وهذا الكترون اذا حدث تداخل ما بينهم كل واحد تابع للمركز الرئيسي اللي هي الايد من هون والايد من هون تمام؟ هاي شو ما بحاول اشد؟ شايفين؟ طالما انا ماسك باصابعي هيك بهذا الشكل ما بفلته بينما لو الروابط بابلاتهم خفيفة اول ما بعمل هيك بتلاقيهم انفصلوا وهون نفس المبدأ ليش الأفلاك بتداخل ببعضها؟ عشان شغلة واحدة الله يرضى عليك يجزيك الخير ويطعميك لحم طير شو هي اللي بيتخلي الأفلاك تداخل أس يفوت بأس وأس يفوت ببي وهي القصص ليش؟ عشان شغلة واحدة ذاكرين النوتة تبعت اللي عطيتها في التأسيس جميع العناصر تسعى إلى الاستقرار من خلال فقد وكسب ومشاركة ليش العناصر بتسعى لهاي الشغلات؟ حتى تستقر يعني زي مثلا انت بتكون جعان بروبا كل خلاص باستقر بتكون بردان مثلا بتضغطة تستقر وهو النفس الشي العناصر الكيميائية يا بتفقد أو بتشارك أو بتكسب هنا في هاي الحالة فعليا هي بتشارك أنه الأفلاك بتشارك مع بعضها حتى تكون مركب أو جزيء مستقر هاي كل الطبخة مما تعرف هذول الثلاث النقاط اللي هي الميزات تعرف في هذه المنطقة بالكثافة الإلكترونية تعريفها هي منطقة بين ذرتين المكونتين للرابط التساهمية شرط الذكر تعرفش يعني شرط الذكر إجبارة تذكرها في التعريف ويتركز فيها وجود أزواج الإلكترونات الرابطة نوت ملاحظة في الأمثل التالية اللي هي هون يحدث التداخل لتكوين روابط أحادية فقط يعني هسا أي شيء بدي أحكي عنه هيتكون لرابطة أحادية لقد دام شوي هنأخذ الثناية والثلاثية أول مثال بس عشان نبسط لك هاي القصص ارتباط ذرتين هايدروجين لتكوين جزيء أتش هسا الأتش عددها الذرة واحد ففلكها ون أس ون يعني آخر مدار عندها ون إلكترون يحمل الفلك أس الشكل الكروي كما يلي هاي الدائرة اللي جواتها النقطة هاي عبارة عن واحد إلكترون يا جماعة الخير هاي للأتش الوحدة طب الأتش الثانية تعشوف هاي الأتش قدمت ون أس الأتش الثانية قدمت ون أس نتيجة اندماجهم مع بعض طلع شو طلع؟ طلع عبارة عن ون أس مع ون أس اللي هي الأتشته طب فاتت في طب ثانية احنا منرسمها هيك أو ترسم هيك طلع كيف في هاي الحال النقطة هون والنقطة هون والنفس المبدأ النقطة هون والنقطة هون وين الكثافة الإلكترونية في اللعبة؟ طلع وين جماعة الخير؟ هاي هاي تتركز عند اتصالهم مع بعض وعند اقتراب الذرتين من بعضهما يتداخل فلكاء مستوى التكافؤ لكل منهما وينجذب الإلكترونات نحو نواتي الذرتين مما نواتي الذرتين معا مما يؤدي إلى واحد زيادة الكثافة الإلكترونية بينهما على امتداد المحور الواصل بين نواتي الذرتين يعني المحور الواصل ما بينهم هون له هذا فتكون فتتكون الرابط التساهمية من نوع سيجما ومن الآخر يا جماعة الخير أنواع الروابط هيكتبوا لي آخر نوع الروابط التساهمية النوع الأولاني واحد بنسميه سيجما بيرمز له بزي هيك أس مسكر أو ثمانية شبهة مسكرة القوية والنوع الثاني باي إشارة باي الضعيفة فهون لما بربط فلك مع فلك بتكون لي رابطة نوعها نوع الرابطة طبعا شو نوعها هاي كثير مهمة تساهمية يعني جبت الاسم الأصلي من نوع سيجما القوية وسكر القوس هذا بالنسبة للتداخل الفلكي الأس كيف الأس بالداخل بتقول لي والله يستاذ آخر مدار عنده أس وين أس وين والثاني وين أس وين بيدخله ببعض بيتسوي معنا كثافة إلكترونية وين الرابطة مبناتهم هايها وين الكثافة الإلكترونية برضو هايها فوت على المثال الثاني مثال الثاني عبارة عن ارتباط ضرة الهايدروجين مع ضرة الكلور لتكوين الجزي أج سي تعالوا معه كمل عدد الذري للأتش وين فتوزيعته وين أس وين الشكل له كراوي يعني دائرة السي عدد الذري جماعة الخركم سبعة عشر وزع وين أس تو 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 بي سكس ثري أس تو وثري بي فايل آخر مدار طرح شو قاعد معي هاي اثنين وهاي خمسة يعني صفة آخر مدار عنده سبعة وجاي الثالث صح؟ أو التوزيق حال أني أنا بختمه بختم عشرة منهم بشكل النيون اللي هي الغازات النبيلة بظل معي سبعة ليه اثنين آه اثنين زائد خمسة في أن عالم اسمه هند توزيق هند وهنا الشكل بيضوي مين هو اللي شكله بيضوي؟ طبعا أي إشي بدي أوزعه بناء على الأفلاك اللي هي دوارة أو الانفينيتي مين اللي والله هاي النظرية اللي هو العالم هند وسميت النظرية أو الطريقة على اسمه هاذا حبايبي أس شكله كراوي السيأل ختم بي ختمة البي يعني بها تسويلي الشكل الانفينيتي هاي البي وهون الأس تعالوا معنا كما في الشكل التالي لما باجي بوزع السيأل هاي طلع كيف تتوزع لثري اس وثري بي هاي ثري اس وهاي ثري بي بعمل خطوط الأس بيحتاج فلك فرعي واحد البي بيحتاج ثلاث أفلاك فرعية الأس مقدار وفل اللي هي ثنين هاي بناء على إيش على التوزيق اللي أنا عملته هاي الاثنين ساهم طالع ساهم راجع ظل إيش عندي لثري بي البي كم فلك فرعي جواتها ثلاث وهسا بفهم كليش ثلاث عنده كم إلكترون خمسة واحد نين ثلاث أربعة خمسة وأنا حاس الموضوع هيك ما بيزبق طلعوا حبا هابدى أعمل للكو ياعه الفارغ اللهم صلي على سيدنا محمد طيبة طيبة هاي شاشة فاضية تعالوا معنك تعلموا كيف بنسوي وين الأبيض؟ هاي الأبيض السيقل عدد الذري سبعتاش الاتش عددها الذري واحد توزعتها وين أس وين أنا دايما عندي المعضلة في هذا وين أس تو تو أس تو بي ثري أس ثري بي هاي اثنين ستة هيك عشرة هاي اثنين وهاي خمسة الأس ها الأتش ما كشوف شكله أس نهايته أس فشكله كروي انتهينا منه وين أنا دايما عندي المشكلة؟ في السيقل تعال على السيقل آخر مدار عنده ثلاث وثلاث حبايبي ركزه آخر مدار ثلاث وثلاث فباجي بقول هاي شحطة للأس واحد اثنين ثلاث للبي طب شمعنا البي عطيتها ثلاث جماعة الأس الفل تبعته ثنين فبيحتاج خط واحد البي الفل تبعه ستة ستة تقسيم اثنين فبدو يعطيني ثلاث ثلاث شحطات يعني حتى يحمل جواته الست إلكترونات الدي حبايبي معانها مش معكو هاي في الأول ثانوي بس الدي الفل تبعه عشرة قسم مع اثنين يعني بدو يعطيني خمس أفلاك فرعية يعني خمس شحطات واحد ثلاث أربعة خمسة هو أنا بدو يعطيني ثلاث هو أنا بيعطيني بس واحد الأف عدد الفل تبعته أربعة عشر إلكترون تقسيم اثنين يعني بدو يعطيك سبعة يعني فعليا سبع شحطات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبعة حتى يعبي الاربعة عشر طالع شو بيسوي واحد طالع واحد نازل واحد طالع واحد نازل ها عدوا معي اثنين اربعة ستة ثمانية هاي عشرة هاي اطنعش هاي أحلى اربعة عشر شفت كيف عباهم طب أستاذ البي اللي هو أصلا اللي بدنا هيها قلت لك كم فلك فرع جواته ثلاث عشان هيك الفل تبعته ستة وزق واحد اثنين ثلاث هاي أسلم الطرق للتوزيع اربعة خمسة وهاي أحلى ستة ففلل عنده طبعا هل دايما بفلل طبعا حسب المثال اللي معطا الاس عندها اثنين فباجي بقول هاي واحد هاي اثنين اخلصت منها روح على البي البي عنده كم يا جماعة الخير خمسة عد معي واحد اثنين ثلاث برجع اربعة خمسة تبا نوعه كرابطة يعني هاد نفس الشكل اللي هون انت عشوفوا معي هيخد لمحة ثنين بثنين بواحد هاي اثنين او آسف هاي اثنين بثنين بواحد اللي لحاله شافين كيف ترسمو بطلق ساهم 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 بعبي نصف ممتلئ بعد هيك برجع بالساهم نازل 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 وبناء على العدد اللي عندي هون ببرمج فصفت اللعبة بنرجع هون هذا كنوعه شو الافلاك اللي تكونت عنده تيجي بتقوله استاذ اذا الاتش مع السيئل فبس تنتج انه الاتش دويرة ومعها الالكترون السيئل عنده واحد فالت بس فراغ واحد فبيجي هذا الفراغ الواحد وبيعمل لحاله المنحنة هاض لانه نوعه بي فالصفت س هتندمج مع بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتقول لي طب ايش معنى جبت الاتش دويرة تبعه الاتش ما جبت هاي لانه هاي جماعة فل يعني ممتلئة فما فيه تساهم في الموضوع مش احنا بنحكي الروابط تساهمية ففعليا المركب اتش سيئل هذا اتوقع اللون مش واضح طب هاي الابيض المركب اتش سيئل بس يتفاعل مع بعضه هذا بده يفقد واحد من عنده والسيئل بده تكسب واحد من عندها فلما بيتفاعله مع بعض بتصفي الشحن الكلية سفر فاهمين ولا عيد نعيد بشكل سريع لانه هدا شوي شوي ما يعني ما بدي تتخربطه ان شاء الله مرة ثانية ها اللي فاهم يمشي في الفيديو اللي ما فاهم ما يتبع معي مرة ثانية هاي الاتش وهاي السيئل لما بدهم يتفاعلوا هذا اخر مدار عنده واحد فبيعمل لحاله طب خاصة فيه وهي الخط السيئل اخر مدار عنده سبعة اللي هي لثري اس تو وثري بي فايف بمسك لثري اس هاي شحطة والثري بي لفوق شوي عشان ما نتخربط بس البي لازم احط له ثلث خطوط خلصنا طب الساد اذا اس خط واحد اذا دي خمس خطوط عنده اثنين طاحد طالة واحد نازل اخلصنا منه نيجي على البي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة لما بدي ادمج هاض هاي بدي ادمج هاض مع هاض لانه مش مستقر فدمجته هاض شكله بدي اعمل مع الانفينيتي وهذا شكله الدوارة طب ادمجه مع بعض الناتج انه دوارة وهنا معاها احلى انفينيتي فصفة اجتماع الاس ومعاها احلى بي وهك يعطينا العافية التوزيه طبعا باسم هند طلع هاي الاس ومعاها البي هذا التداخل للافلاك تبعتهم النهائي مثال ثلاث ارتباط جزيء الكلور اللي هو سي ال تو وبحسب قاعدتهم يوجد الكترونين منفردين واحد في افلاك ثريبي ولكن ذرة لكل ذرة هنا وهنا يحدث التداخل بين الفلكان ثريبي نصف الممتلئ من كلا الذرتين رأسيا على طول المحور الواصل بين نواتي الذرتين حيث تتركز الكثافة الالكترونية في تلك المنطقة وينجذب الالكترونين نحو نواتي الذرتين مما تكون الرابط التساهمية يعني صفة اللعبة تعالوا 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 هلوم ما بنا هاي السي ال عدد الذرت السبعتاش يا بوزعه هيك وان اس تو اس تو بي ثري اس ثري بي باجي بقول اثنين اثنين ستة هاي عشرة واثنين اتناعش ضل ايش بدي خمسة او باجي بقول العشرة هذول بشكل الان اي ومعاها ثري اس تو وثري بي فايف فصفة اللعبة ايش اخروا سبعة اربط هاي اخروا سبعة مقسمات ايش الى الاس واشي الى البي هاي نستخدم لون ثاني ونخفف شوية تخربيش نستخدم لون ثاني يلا صفة عندي اس وعندي بي بامسك الاس هايها وبعب بافلاتها الكترون طالع ولكترون نازل نيجي على البي البي كم شحطة بدها واحدة ثنتين ثلاثة عبيل الخمسة واحد طالع ثلين هاي ثلاثة ضل ايش بدي ثلين هاي اربعة هاي خمسة فصفة كم واحد فاضي واحد نوعه ثريبي توزيق حند والتركيب الالكتروني طب استاذي لما الاثنين بدني اتفاعل مع بعض اذا البي بيعطيني هذا الشكل طب هاي لالسيقل الاولى طب لالسيقل الثانية برضو نفس الشكل ها طب ادمجهم مع بعض تعال شوف كيف دمج هذول الاثنين مع بعض تداخل فلكين ب لتكوين الرابط ما بين سيقل و سيقل يعني فعليا فعلت ب مع ب طلعت جماعة الخير شايف التداخل كيف صار يعني هذا زي كان وفايت هون وهاذ بعكسه هاي هيك فايتات جوا بعض عشان هيك حدث التداخل تداخل فلكين ب لتكوين الرابط ما بين سيقل و سيقل هيك بكون خلصت انا الجزء الاولاني من التداخل كل الامثل اللي اشتغلت عليها قبل عبارة عن الرابطة الاحادية تذروني في الفيديو التالي طوالي مباشرة يعني ما تقوم على الفيديو غير لما تحضر ويني معك ان شاء الله بس بدي اقسمها عشان عشان تدخل المعلومات لرأسك اسرق استودعتكم عند الذي لا تضيع ودعا وهي الجزء الثاني ولا طوالي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة